اشتركوا في القناة وليس صار هاك ما انتوا قاعدين بالحكومة والحكومة كان لازم تتدخم من اول لحظة وتقول للفرقاء اللي عم تهجموا على المملكة العربية السعودية انه هيدا عمل سيادة اذا فيه من تهجم على دولة اجنبية الدولة اللبنانية بتقوم فيه او بيكون من ضمن سياسة العامل الدولة اللبنانية بس ما فيه فريق لبناني يتفرد هو بسياسة خارجية خاصة فيه ولو ضد مصالح كل بقية اللبنانية العمل التاني اللي صار وهون اللي كان برأيي انا الشعر اللي قدم الظهر البعيد هو انه صار التعدي على السفارة السعودية بطهران وعلى الانصولية السعودية بمشهد عظيم ايه متل ايامه بالعالم كله سوا حتى هون بدي اذكر الجميع حتى الرئيس خميني ايه رئيس ايران بالزيت مطرح مسارة الحادثة اه مستنكر بكل وضوح بكل بساطة وبكل توضع طبعا رئيس جمهورية ايران روحاني كمان اه مستنكر قال هيدا عمل مستنكر كل حكومات الارض استنكره يتقل لحكومة وحدة حكومة لبنانية تحت غطاء شو تحت غطاء النائب النفس يعمل النائب النفس ينطبق على غير حالات يعني اليوم اذا في فريقين عربيين مختلفين على شيء ما ايه لبنان بينقب نفسه يعني ما قلنا نحن بالخلاف علماء بين السودان ومصر ما هيدا شغل ايه مش شعنة تنفطرت او بها الازمة او بهديك الازمة بس هيدا مش قصة ازمة هيدا في عمل صار تبعا لكل الاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية عمل مدين كل دول عالم قامت دينت حتى تحديدا دولة ايران الا الحكومة اللبنانية ما قدينت تحت تحت حجة او تحت ستار او تحت شعار النائب النفس يلي ما بيتطبق بهالحالة على الاطلاق وبالتالي قعدوا المسؤولين بالمملكة وشافوا انه هني معتبرين الشعب اللبناني شعب صديق بس بنهاية المطاف انه شافوا انه ردة الفعل ردود الفعل من اللبناني شو عم بتكون تهجم دائم من احد الاحزاب اللبنانية عليهم مع سكوت كامل للحكومة اللبنانية والاسوأ من هيك بس المملكة صار عندها ازمة صغيرة بموضوع السفارة الحكومة اللبنية كل حكومات العالم حكيوا الا الحكومة اللبنانية طبعا انتو بتعرفوا بهالدني ما فيه يعني طباويات وبالتالي بس شافوا المسؤولين بالمملكة الوضع الواقع هيكي يعني للأسف اخدوا القرار يلي اخدوا انطلاقا من كل يلي صار انا احلى شي سمعتوا مبارح تفسير فريق من الفرقاء اللبنانية بقول انه المملكة اخدت هالتدبير مش لانه عندها زعل سياسي من لبنان او لانه في شي بيستدل اخدته لانه قلت الفراطة بتسود الوج لانه ما عندها بقى سيولة كافية الحقيقة يعني هذا تفسير اسوأ بكتير من كل يلي صار لحد هلا لانه انا بدي اذكر يلي يلي طرحوا هالتطرح مبارح انه مبارح من شهرين ما عم بحكي من سنتين مبارح من شهرين اقرت المملكة المساعدة لمصر بقيمة عشرين عشرين مليار دولار عشرين مليار دولار من خلال تزويدها بنفط على مدى عشر سنوات القادمة وبالتالي لا مش المسألة مسألة انه الفراطة بتسود الوج مسألة مسألة انه طفح كيل المملكة بتصرفات بعض اللبنانيين تجاهها وبالاخص طفح طفح كيلها من خلال موقف الحكومة اللبنانية يلي عمليا واكأنها غير موجودة اذا في حكومة غير موجودة وفرقاء لبنانيين عم بيهاجم مملكة كل واحد مننا يحط حاله مطرح مملكة انه بآية منطقة بترجع المملكة يتكفي وعمل يحكي برقم مش صغير ثلاث مليارات ومليار يعني مبدئيا اربع مليارات دولار صار مصروف فنون لحديث هلاء ثلاثمية واربعمية وخمسمائة مليون دولار مش هناك اخدت المملكة قرار بوقف هالمساعدات لبينما ودقو الشغلة مش بإلغاءه كليا بوقفه بالوقت الحاضر يعني تيتبين الخيط الأبير من الخيط الأسود يعني هيك التعاطي مع البشر ما بصير حد أدنى من هيك الأخلاقية بالتعاطي أو خليني أقول الاستقامة بالتعاطي ما كان موجود شو اللي عمل هلأ هيدا الوصف المشكلة بالزيد بتمنى على كل الفرقاء اللبنانيين ما ندخلها هيدا بالسجلات اللبنانية الداخلية لأنه ما إلا علاقة هيدا مسألة وطنية بتتعلق بكل لبناني وإذا الأمور بتضل هايكي يمكن نشهد بعد خطوات أقسة وأقسة 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 الشغل يلي بتمنى أنا ما تصير بتمنى على المسؤولين بالمملكة أنه يتريسوا شوي بها الخصوص اللي لازم يصير أول شيء لازم الحكومة اللبنانية تجتمع يعني معقولي شغلة مثل هيدا الحكومة بتجتمع تتفتش منهم بدأت تدبر ميت مليون دولار منهم بدأت تحط درائب تدبر ميت مليون دولار مش أنت تمشي بهالمشروع ولا بهذاك المشروع اللي سبب أولى لازم تجتمع تتشوف كيف بدأت تنقذ إذا بعد ممكن إنقاذ 3 مليارات ونصف دولار رح يجو للجيش اللبناني بالتحديد للقوى الأمنية الأخرى يلي نرحب بأمس الحاجة إليه فالحكومة اللبنانية لازم تجتمع اتوجه طلب رسمي لحزب الله لأنه بالأمور السيادية ما في حياة وأنه من انطر البلد تيخرب من ظلم استحيين من بعضنا أبدا اتوجه طلب رسمي لحزب الله بالامتناع عن مهاجمة المملكة العربية السعودية تحت طائلة تنفيذ الأنون اللبناني مواد أقلهم 288-292 هاي دي من جهة بيكون الطلب رسمي وعلني وينشر من بعض منها بيتشكل وفد رفيع المستوى قوامه يمكن نصف الحكومة الحالية كل الوزراء السيادية مع رئيس الحكومة مع بعض الوزراء الآخرين وفد عشر 15 وزير بيروحوا على المملكة أكيد بتصور بيستقبلهم الملك على الرحب والسعة وهوني كي بيطرحوا الأمور مثل ما هي وبيطلبوا من المملكة ترجع تستأنف مساعدتها للبنان ماذا وإلا تعتبر الحكومة الحالية مقصرة هي أصلاً يارفين أننا نحن مقصرة بس ساعتها تعتبر أنه مقصرة إلى أبعد الحدود بتحمل أدنى مسؤوليتها تجاه أزمة بهالحجم عدا عن الجانب الاقتصادي لهالأزمة هاي دي ما ننسى يعني فيه فيه كمان حد أدنى من العلاقات الإنسانية يلي نشأت بين لبنان والمملكة من 80 سنة إلى هلأ ما بدنا نضيعها بلحظة طايشة بتصرفات طايشة اشتركوا في القناة